بعد الرجوع من السودان يعني كنت بكلم أنا والحقيقة والزملاء فريق عمل السادسة في عدد ساعات الطيران اللي قضاها لعبة النادي الأهلي على مدار الموسمين الأخيرين عارفين حضراتكم كم رحلة خضتها رحلة خارج مصر وكلمش على الصفر الداخلي وكلمش حضراتكم على أن نروح نعب في برج العرب أو نروح نلعب في المحل لا بكلمش على خارج الحدود عدد البطولات وعدد الأبطال وعدد ساعات السفر ساعات الطيران اللي خضتها فرقة النادي الأهلي في خلال الموسمين الأخيرين ما اعتقدش أنه فيه فريق في العالم ركب الطيارة قد النادي الأهلي وده بالتأكيد يعني حدش يتوقع أنه الموضوع سهل وبسيط لا ده الحقيقة بيبقى مجود شق جدا 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 وتغير في الساعة البيولوجية وحالة إرهاق شديدة جدا بعد وصولك وانت بيبقى في أوقات كتير جدا جاي من المطار وعندك مطشف منتع الأمامية فمطالب أنك أنت تخش على تمرين على طول حالة الإجهاد دي بالتأكيد بتأثر بشكل كبير لكن الحقيقة أنا قلت لكم أنه السنة دي حاتة الإجهاد مش ألقاني قوي آه كنت بشيل همها وكنت بتكلم فيها وكنت عارف أنها عنصر مؤثر في كتير وخصوصا في المطشاط المحلية في الموسم الأخير لكن السنة دي الماشاء الله والأهلي بجد عنده فرقتين يقدروا يلعبوا مع بعض ويقدروا ينفسوا بعض ولما بيغيب نجمة أو اتنين الأهلي من الحقيقة ما بيقفش على حد وكل العيبة بتأدي وأبرز مثال على ده مطشو مونتري المكسيكي في بداية بطولة كاسة العالم الأندية اللي ما كانش حد يتوقع الأداء المبهر ده اللي قدموا الجوم الندي الأهلي ونجحوا فيه فوز بالمجارب نتيجة 1-0 وهكذا بقى تستمر يعني النهاردة وأنا بكلم كريم عن بيرسيتاو هيلعب مش هيلعب مكسوني اللي تقلق في مصر المقص ممكن نشوفه في أفريقيا ونستغل الحالة المعنوية أو الدفع المعنوية اللي عنده ونديله شوية ثقة ولا نشوف طاهر ولا نشوف الشحات ولا نشوف عبدالقادر مع كامل الاحترام يعني أي اسمين من دول بصراحة يكفوا يعني كلهم الحقيقة نجوم كبيرة جداً وكلهم الحقيقة نجوم متقلقة وكلهم في مراحل ما كانوا عنصر من عناصر الحسم عند النادي الأهلي فهي زي ما نقول كده الحيرة الممتعة لأي جهاز فاني ويمكن ده قاله ميستر موسماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال أنا 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 بجيت صعوبة جداً في اختيار مين يبدأ الموضوع مش من ناحية اختيار الأفضل دايماً بقد ما أنت كمان عايز تحافظ على حالة لعبتك المعنوية في أحسن أحوالها عشان لما تحتاجهم وتلجأ لهم يبقوا بيدوق أقصى performance أو أقصى مستوياتهم في جوة المعنوية على كل أحوال خلينا ندرد شوية بقى شوية أرقام وشوية مواجهات ونشوف تصحيحات موكوينة اللي قالها موديل فاني لسان داونز في المؤتمر الصحفي نحاول نقراها مع حضراتكم لأنه واضح أن الراجل الوثق في نفسه ممكن يكون شوية زيادة عن لزوم واضح أنه بيراهن على حاجة معانة لكن خلينا نشوف أخبار اللقاء وأخبار المؤتمرات الصحفية سواء لمستر موسماني أو لموكوينة الموديل الفاني لسان داونز بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم على طول اشتركوا في القناة